اوكي هذا الدرس الرابع من اه دروس اه احنا اليوم بدنا نحكي عن بالانجليز بقوله او اه بدنا نحكي او شو كمان عنا هون اللي هي بتسمى كمان اه المصفوفة اه اه عنا بحيث انه بكون عنا هون غير الليست الليست شوفناهم بكون الون اه يعني في فهرس في اندكس وفيه اه اه في كل رأم ابي له اه او كل صندوق او كل عنصر له رأم معين بكون ابي له اه قيمة معينة هون لا هون بيكون عنا بدل الارقام اللي هي بتعبر عن مكان القيمة هون عنا مكان القيمة بتعبر عنه باسم اوكي فاحنا هون انا نخلق مسلا ستودنت اوكي اللي هي فهاك بتقول له يعني حط بهذا يعني جهز يكون اسمها ستودنت نفتح مثل هيك اوكي كما مرة هدول هوا الواس وبعدين مسير مسير نحط لازم يكون عنا ازواج يعني بيصير عنا النام الاسم مع راني احمد هايدي اوكي زوج كل اتنين من هدول ايدي مع ها الرقم اوكي زوج كل الزوج من هدول بكونوا عنصر من عناصر الاراي. اكي? وعننا اه 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 مسلا بدي انا ارجع الستودانت اوكي? بدي النام منه من الاراي ستودانت من المصفوف الراي سودانت. بدي اجيب منها النام. بدي اصير اجيب منها ايه بيطلع لي مثلا راني احمد. اكي? فازا ازا بدي انا هون ستودانت نايم. فبكتب بها الطريقة. فازا بدي اطلع انا على الشاشة كلمة بوتس. اه بنستخدم بوت سترنج طبعا. كماند. مشان نطلع ال اه النام مسلا. فانا بقول له انو بطلع كلمة نايم تعطيني هالسهم احنا كاتبينها. بناخد الواريبل ستودانت هون. اوكي? بدي اتغير الستودانت بحط بين اوسين نايم. كيك بجيب انا مين? قيمة ستودانت بس وين عند النام? عند الاسم. بتطلع الايراني احمد. تمام? كمان شي تاني. ادنو اه اي دي مسلا. اوكي? بدي اطول الاي دي تبع هالسودانت. فبقول له بجيب دولار ستودانت. وبحط اي دي. اوكي? وبنفس الطريقة مسلا الادرس. العنوان. هالعنوان هي بطلع دي صيدة اللي بانوت. اوكي? ومسلا هون بدي انا عامل بيرثير. مسلا انا هذا التاريخ ميلادي. اوكي? فمنحط هون بيرثير. طيب هلا. فازا لما بشغل انا الكود. اوكي? اه بشغل انا الكود. اح نعمل لسون فور. نحن اصلا عامي سيتش مو بلس اكس. لا لسون فور. دايما هاي بنعملها اول مرة. اوكي? وبعدين نسيت. دوت سلاش لسون فور. دي سيل. اوكي? ونكمس انتل. هلا انا هون موقفها في مطرحة. هلا بنحكي وين? اه بس الكود ما وقف ما انتهى هلا هون. بعد في كم شغل بدين ينعرضو. فازا. اه هيا اطلع علي النايم على الشاشة. اه بميلا كلمتراني احمد. الاي دي والرقم. الادرس صيداء التاريخ. اوكي? تاريخ الميلاد هذا هو. طيب. انا شو عملت هلا هون? عملت ست لستودنت اي دي. هلا الستودنت اي دي. ردينا بهالطريقة انه ازا بدي مثلا ااخد واحد من من عناصر الاري ستودنت وبدي اغير في اه في في محتوى وقيمة العنصر. اوكي? فالطريقة بروح ست ستودنت اي دي. بينهم سين حاطين اي دي ومنحط القيمة اللي بدي اياها. اوكي? انا حاطوا الرام بتحط انت الجملة بالذكية بتصير. تمام? هلا. هون انا بس هاي دي ما الى معناه. نحنا بس عساس ان نوقف الكود. اوكي? على نقطة. انه بقول له خليه يقرالي شو مكان? يقرال اي انا سميته كي برس. اوكي? فيخلي الكيبورد يقرأ شو مكان القيمة هون. اوكي? فهيدي بس انا ادخل اي شي بدخله. اوكي? مهم بياخدها. انت معلك لا عم تطبعها ولا شي لانه اخر كود بس تشوف ما في شي اسمه آآ 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 كيب دولور كي برس. تمام? هلأ هون. عم برض بيطبع آآ آآ ليش? لان عشان ابرجيك انه اتغيرت. اوكي? وهون في عنا كمان واقفة تاني. فازلان بحط هون او اي حرف ان كان انا بحط واحد. تمام? فازلان راح نشوف استودانت ايدي تغيرت. اوكي? هي هون بوت سترين. طيب? هلأ. ناطر مني كمان كبسة تاني وليش لان وقفنا على واحدة تاني بعد لها. طيب? هلأ. ننزلها تحت في الكود. هلأ. هون بدي انا اطلع حجم هالا الاراي. يعني كم عنصور فيها. عنا بالاراي كوماند في عنا اراي سايز و ستودانت. اوكي? فازل في عنا بجيب ستودانت الاراي ستودانت. وبجيب للاراي كوماند الابشن او الخيار اللي هو بنسميه سايز. فهيك بيطلع القيمة طبعا احنا اتفعنا كل شي بتوين تو براكتس. بين اه اتنين او سين. كسارين. اوكي? هول. بيطلعوا اللي بتبدل محلون قيمة هال كوماند. هالامر هادا. طيب فازل راح اكبس انا اي شي. مسلا هالام. طرررررد. وبنده. هلأ شو طلع لي هون? قيمة هنا اربع. انا كام واحدة عند يدي؟ عند واحدة. اتنين. اثلاثة اربع. فهدول هني الاربع اا عناصر هني بيكونوا حجم الاراي. طيب. هلأ بدنا نجيب هالاسماء هاي دي يعني نيم وآي دي وادرس. انا بدي ادور بناتهم على الشغلة اللي انا بدي اياها. يعني على واحد من هدول بدي ادور عليهم. طيب. هلأ. بدي اجيب مسلا عندي بدي استخدم سير الخيار هو نيمز. اوكي. يعني سير كماند هي اري نيمز. اوكي ستودنت. انا طبعا بدي الاراي ستودنت. هلأ في عنا طريقتين لاحظين انه في عنا الكلوب. في عنا رقكس. اوكي هدول اوبشنز. تانيا لطريقة البحث عن عن اسماء معينة. يعني بده اطلع كل شيء مسلا فيه حرف الان. تمام? كل الاسماء كل شيء فيه هون حرف الان بس. اوكي. شو ما شيء هى وراه. هيك بتعمل يعني هي بتعمل انه بسموها سيمبل وارلد كارد. اوكي. اللي هي بتكون انه مش متل في طريقة معقدة. ملا بعدين نرجع لها. بس عنا هون اااااااااااااااااااا. عنا هون بنقول شو ما ببلش ببلش بشو مكان. النجمة هون معناها. وبينتهي بشو مكان بس وشو ما كان بنا. بس هون شو معناها انو فيه بنص ان. وكي يعني بكل اسم من هالاسماء هدول النام والآي دي والأدرس وهاد طلع لي مين هو اللي عنده كلمة حرف الان فيهم طيب فإزا بطلع لي طبعا النام لو أنا بس أمد غير أحط كل شي فيه حرف المثلا حرف الواي هون مثلا بحيطلع لي بس نعيد تشغيل البرنامج اذا رح تطلع لي شو اول وحدة البرث ير هيها ليش لانه هي الوحيدة اللي فيها حرف الواي شو ما كان قبلها للواي شو ما كان بعدها للواي اوكي هن الاسم الوحيد اللي في عنده الان لو مثلا بدي اجيب حرف الاي رح لازم يطلع النام رح يطلع لازم الادرس ولازم يطلع البرث ير اوكي الاي دي ما لازم تطلع بس رح عيد تشغيل البرنامج اوكي فطلعوا البرث ير النام والادرس فهيك فطلع لك اني جحب بعض طيب هلا بدنا استخدم طريقة الريق اكس بتشتغل طريقة انه شوي مع ادى اكتر بس هنو مثلا هون عندك اه بتقول مثلا بدي بدي مين هنه اللي فيه هون عالقليلة مرة وحده فها ان اوكي فلاازة تطلع هي النام هي بس لائل قليلة فيها اا ام يعني واحدة او اكدر اذا استخدمت يعني النجمة بفي نجمة عندهن كمان. نجمة معناها اذا فيها او مفيف يعني مهم انو اذا فيها ان ولا ما فيها ان اوكي طلعها.19 ما? يعني هي على القليلة صفر. او اكدر. احنحط لبلس عشان طلع لي بس النام. احن نحط هيك. واحد واحد. او النام. هيك نكون خلصنا درس اه. لكن نكون احنا اصلا بالري نيمز اه ستودنت عم من اه. عم نجيب بس ام نبحث بين اسماء الكيز او بين اسماء الفهارس او الاندكسز اللي هني عم استخدمون عندنا هون نيم و اي دي وادرس و باتثير. او اذا كان عندك اكتر بدور في اكتر. شكرا.